تجاوزت خروقات ميليشية الحوث والمخلوع في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن عجزت عن إحداث أي تقدم في تلك المواقع وتكبدت خسائر فادحة نتيجة محاولات الهجوم الفاشلة التي تقوم بها لتقوم بقصف بيوت المواطنين ومزارعهم ومواشيهم مستغلة سريان للهدنة والتزام الجيش والمقاومة وطيران التحالف بوقف إطلاق النار ما اضطر هؤلاء السكان لترك قراهم والانضمام إلى قوافل النازحين هدنه وما يقولون هدنه أنهم ما درنا لهم ضربونا للبيوت لا ما خربوا والله خربوا غنمنا أقبلت من العرش والمرزق حقها ما معنا سارعني كل حرك وشيء يعني مع الطفل مع اللاب روسنا نزحنا وخلنا كل شيء كل شيء طح يعني ناكل الله طح ما معنا طح فراشنا ما رزقنا ما يعنينا ما قد أنتم عارفين ونحن نشوفوا الحالة نحن فيه من جهة أخرى بدأ عدد من النازحين الذين نزحوا من مناطقهم في فترات سابقة بعد أن أصبحوا هدفا لمدفعية الميليشيات ونيرانها بدأوا بالعودة لقراهم ومزارعهم ظنا منهم أن إعلان الهدنة سيوفر لهم وضعا آمنا لممارسة حياتهم وتفقد مزارعهم التي أتلفتها الميليشيات بعد أن نزحوا منها إلا أن أملهم تبخر بمجرد الاقتراب من تلك البيوت والمزارع بعد أن استقبلتهم نيران الميليشيات لتؤكد لهم أن الهدنة ليست أكثر من ظاهرة إعلامية كل ما قالوا هدنة رجعنا لبيتنا وكما جلسنا ضربوا والآن نحن شردنا من بيتنا لا معنى طحين ولا معنى فراش ولا معنى بيوت ولا معنى أي حاجة ساكنين بين الصلبة هنا في الشعبان في الشموس في البر هناك أنقلوا قراش هنا وأطفالنا والله أنهم ضربوا علينا بالهزرات لا معنوين ولدي جاء من العرش ورجعنا نهرب مع السائلة ولا شلينا أي حاجة معنا لكن أمرهم إلى الله نحن نمعتازين لا فيهم خير والخير ذي الدول خير نشتي شبيك ونشتي طحين ونشتي سكر ونشتي مغذاء البيت أنتم عارفين المؤمنين ونشتي لاشي تدلنا طرابيل وشبيك نتكنن ونضلل تفعلوا فينا خير من هذا الحوذي الحرامي ذي قالوا هدنة ورجعنا بيتنا ونبعدها ضربنا ونحن قد كنا ساكنين في بيتنا يتساءل هؤلاء النازحون المشردون في منطقة الخانق بنهم وغيرها من مناطق نزوحهم إذا لم تكن الهدنة كفيلة باقترابهم من قراهم فمتى يمكنهم أن يعودوا للسئنة في حياتهم في أمان محمد القليصي لقناة سهيل من مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء